بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وناه أما بعد فإن المشاركة السياسية من القضايا الجدلية في هذا البلد لقد نظرتها المجامع الفقهية المعاصرة وانتهت فيها إلى كلمة سواء وأصدأت فيها كلمتها الواضحة البينة لقد ذكت مشروعية مشاركة المسلم مع غير المسلمين في الانتخابات التي تجرى في هذه البلاد وذلك بغية لتحقيق بعض المصالح الظاهرة أو دفع بعض المفاسد الراجحة الظاهرة وفيما يلي نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين لقد قرر المجمع في دورته التاسعة عشرة حول هذه القضية أن مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد وتختلف فيها الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ثم قرر أيضاً يعني فقال يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها مما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام والدفع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات لقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القايم على الحق والعد وذكر جملة من الضوابط لهذه المشاركة وأيضاً قريباً من هذا ما ذكره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عندما نص أيضاً في دورة عقاد مؤتمره الرابع المنعقدة في القاهرة أن المشاركة السياسية المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب السياسية أو المجالس النيابية أو البلدية أو غيرها انتخاباً أو ترشيحاً مع ما يستدبعه هذا من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية من مسائل السياسة الشرعية التي يدور حكمها في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد وربما تكون واجبة إذا تعينت وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تعطيل بعض المفاسد الظاهرة ولا بأس أن يتقلد المسلم من الولايات خارج ديار الإسلام ما يرجو به تحقيق الصالح العام بتقليل ما يمكن تقليله من المفاسد وإقامة ما يمكن إقامته من العدل على أن يحافظ على هذا المقصود ابتداءاً وأيضاً دواماً لكي يكون وكيلاً عن المظلوم في تخفيف مظلمته أو في رفعها بالكلية ولا يكون وكيلاً عن الظالم في إعانتي على ظلمه ثم قال يجوز أيضاً إعانة المرشحين بعض المرشحين لهذه الولايات على مرشح آخر إذا كان تقريده أدفع للظلم وأرجل الخير وفي النهاية هذا ندأ مني ومن المشتغلين بهم العمل الإسلامي في هذا البلد أن يُعنى المسلمون بهذا الملف وأن يولوه عناية خاصة جداً لما له من دور كبير في توطين العمل المؤسسي الراشد في هذا البلد وفي دفع المظالم وفي المحافظة على الحقوق والله من هراء القصد مثل نوري كمشكاتها مصباح